بداية موضعنا اليوم متعلقة بشهر رمضان المبارك والعمل والإنتاجية ففي هذا الشهر قد يرى بعض الموظفين أن الدوام بمثابة إرهاق لهم ولا يستطيعون إنجاز مهامهم والحفاظ على إنتاجيتهم ويرى البعض الآخر أن عامل الوقت هو دافع لهم للعمل وتسديد الأهداف المطلوبة خلال شهر رمضان حول كيفية تعزيز إنتاجية الموظفين خلال شهر رمضان المبارك سنتحدث مع الأستاذ بلال الصالح الاستشاري الإداري أهلا وسهلا بك هيا كلايا أهلا ومرحبا يعني بداية من واقع مشاهداتك هل ترى أن تزيد أصلا إنتاجية الموظفين في شهر رمضان أم تقل الأمر متعلق بكل مؤسسة بذاته حقيقة هي التي تستطيع أن تصنع زيادة أو خليني أقول أنا مصطرح بركة الإنتاج أو أنه لا يصير بالفعل في خلخلة في عملية الإنتاج في خلخلة بعملية أداء المؤسسة لمهامها وهذا يختلف من مؤسسة لأخرى يعني في بعض المؤسسات طبيعة دواما لا تستطيع أنك تغيريها يعني دواما لابد أن يكون من ساعة كذا إلى ساعة كذا بنفس الكادر بنفس الجهود بالذات إذا عدنا نحكي على المؤسسات اللي إلها بالقطاع الحكومي هذول ما بيقدروا يكون ياخدوا إجازات بموش إجازات معنا إجازات وإنما تغيير طبيعة الدوام ولا يعملوا شفتات بعكس بعض الدول العربية اللي أحيانا بتتقلل ساعات العمل مثلا في كتير من دول مثل تركيا هون ساعة العمل هي هي ما في أي شيء يتغير ما في أي شيء يختلف فطبيعة آداء المؤسسة وتنظيمة ما قبل شهر رمضان هو الذي بيعطينا فكرة أنه في بركة إنتاج أم لا لأن هذا يسقط على الموظفين ذاتهم على طبيعة المهام على طبيعة يعني خلينا نقول لك بسوء العقار مثلا دائما يعتبر شهر رمضان بعكس ما يتوقع الآخرين بأنه ما في ناس عم تجي تشتري ما في ناس عم تطلع ما في ناس لا شهر رمضان يعتبر هو الوقت المثالي للتسويق لموضوع العقارات مثلا وإلى آخره من أجل ما بعد شهر رمضان فبيكون في جهود مكثفة يعني جهود مكثفة حتى لما بعد الأفطار لاستثمار هذه الأوقات بعكس ما يتخيل الآخرين لذلك دعيني أقول بأنه آلية تنظيم العمل المؤسسي تنظيم عمل الشركات في شهر رمضان وكل واحد والسياس الداخلي هو الذي يجعل للإنتاج بركة أم يجعله بالفعل محط استنزاف للوقت والجهد والمال نعم طيب هلأ في كثير من المؤسسات تعمد إلى خطوة تقليل عدد ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك من باب زيادة إنتاجية الموظفين هل تجد أن هذه خطوة جيدة في هذا المجال؟ أحياناً هي جيدة بسبب طبيعة الأنشطة يعني خلينا نحكي على عاملين فارق التوقيت في بعض البلدان ثم بعد ذلك طبيعة الشعوب المستهدفة أو طبيعة الخدمات التي أريد أن أستهدفها إذا كان جمهوري أو عملائي المستهدفين هم داخل النطاق التي أعمل فيه فأنا مجبر أن تكون ساعات العمل معي بحسب ما يريد العميل لما العميل أريد أن يجد أن يجد أنه ليس موجود والعكس صحيح لكن إذا كانت بعض المؤسسات والأنشطة نشاطها مرتبط بعملاء خارجين فأنا متحكم أن أفهم ثقافة المكان الذي هناك بحيث أني أنا أستطيع من خلاله أعمل عملية التوازن يعني إذا أنا بدي أحكي مع عملاء مثلا موجودين في دولة ما ومعروف أنه هدول بالصباح ما بينحكم معهم ما ممكن تتواصل معهم وخلص الناس صايمة فمضطر أنا أني أعرف إمتى بينحكم معهم بعد التراويح فأنا صار بدي أمل شفت لنشغل تباعي أني خليه إبدأ أنا من الساعة 11 من الساعة 12 مثلا لساعة 14 من ثم بعد سرات التراويح حتى داخل تركيا هم في بعض الناس شخصية مثلا ما بدروح قدم استشارة بقول لك لا تجين الصباح الله يرضانك وإلا هكسب إثم فيك فتعى بعد التراويح فهون الفكرة إسراء بأنه أنا مضطر أني كيف ساعات العمل عندي وغير طبيعة العمل عندي بما يتوائم وحاجة المستخدمين حاجة العملاء وطبيعة ثقافتهم وطبيعة تفكيرهم في شهر رمضان هذا الأمر يعني له علاقة بطبيعة النظام العمل في دولة ما طبيعة نظام الناس الموجودة لما نتكلم بأوروبا الأمر مختلف تماما أوروبا أصلا المهضم ما عمصهم فأنا مضطر أني جاري وأطلع وحياة عادية جدا 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 دول الخليج العربي دول إلو النمط آخر مختلف في اليمن إلو النمط دول شرق أفريقيا إلو النمط مختلف فكل شركة وطبيعة عملاء هي التي تحدد آلية تغيير إجراءات الداخلية بما يعزز الإنتاجية طيب لنفرض أن هناك شركات مضطرة للدوام النهاري بطبيعة الحال أثناء الصيام هل من خطوات ممكن أن تتخذها الشركة أو المؤسسة لزيادة إنتاجية الموظف أو تعزيز إنتاجية الموظف؟ جميل سؤال رائع جميل وخلاب حقيقة هون المؤسسة بدها تكون مرنة قدر مستطاع من ناحيتين أول شيء ما تحسس الموظفين بأنه نحن مقبلين على شيء مرهق وأنه نحن تعبانين وأنه صيام ورجاء لا يكون فيه نوع من أنواع التهم لا لا مو بهذه الطريقة وإنما هو يوم عمل عادي يوم عمل جميل ما فيه أي مشكلة طبيعة العمل تحدد هل أنا محتاج أن أعمل شفتات شفتات مثلا بالصبح إمتى نبدأ؟ هل نبدأ ساعة عشرة؟ يعني عديد مؤسسات عملت دوام مهم هون بعرف فيه ناس من عشرة للأربعة فيه ناس من اتناعش للأربعة فيه ناس من تسعة للأتناعش وشفت تاني فتغيير الساعات هاي جدا مهم وجدا ضروري وما يؤثر أو فيه ناس لأ طبيعة عملها أنه أوكي خلص نحن شفت عادي قالنا لنا ساعة صبح ساعة المسلا هاي ما أنا مشكلة أبدا تحبيب الموظفين أنت متخيلة إلى عشر شهر واحد بروتين معين ثم بعد ذلك دخل عليه تاني يوم لا قهوة لا شاي ما نوجاي متعود الطريقة اللي كان فيها كله مختلف يحبذ بأنه يكون في اختلاق واستثمار شهر رمضان لعمل بعض الاجتماعات لبعض الفعاليات التي تعزز انتاجية الموظفين سواء كان بالنهار أو بغير يعني على سبيل المثال بعض الاجتماعات الهامة والحساسة وكذا لا يحبذ أن يتم أو تتم خلال النهار يعني مثلا إذا بيكون في اجتماع إداري لإبلاغ قرارات اجتماع متعارف أنه بدي يكون كتلة أشهر وصالف شهر رمضان لا يحبذ أبدا أن يكون خلال فترة صباحية يؤجل إلى شيء اسمه إفطار عمل يؤجل إلى شيء يتم التجهيز لهذا الإفطار وبالتالي يتم مناقشة بعض الأمور يعني منا شيء مجتمعي منا شيء كسر الجليد الموجود كسر روتين موجود ومنا حققنا الهدف نعم ففي الصباح لا يحبذ أبدا يعني عمل اجتماعات وعصف ذهني يرهق الإنسان ابتداء من الصباح معظم المؤسسات معظم الشركات بتحاول قد مستطع تستثمر هذا الشهر في عملية التخطيط أكثر من عملية التنفيذ يعني بتلاقي أنه التخطيط للموسم نعطي أفكار بنوعد نعمطي أفكار نناقش نرتب نعزل المكان الموجود اللي نحنا فيه نأرشف نأخذ من الدروس المستوى هذه الأشياء ربما أعطيكي تذكر يوم كان في كورونا وعمله حضر يوم أيام السبت والأحد العديد من الشركات خاصة ضاعت بالبدايات بالفترة أنه قلت إنداجت لكن بواقع الاستشارات يجيوا قالوا لي بلال نحنا صلنا نستثمر هذا السبت بأنه نرتب رأنا داخليا نحنا كان كتير من المعوقات عنا أنه فعلا فيه لا مرتب لا مأرشف لا فالآن صلنا نأخذ نفسنا نلتقط أنفاسنا نرتب أمورنا نستقبل يوم الأثنين بشكل آخر وبمنظور آخر فهي فرصة لاستثمر نهار شهر رمضان بترتيب البيت الداخلي بتنظيم الملفات بعمل خطط قادمة هذا الأمر إذا تم وضع بيني اعتبار أنه في عندك أنت أربعة أيام أحد إجازة وبعض المؤسسات عند السبت إجازة فأنت بتجدي أنه كل أيام الشهر الفضيل يعني عم نحكي على تقريبا 23 إلى 25 يوم مع ساعات دوام قصيرة والجو بيلعب دور هون رائع يعني الجو الحمد لله رب العالمين حتى في الصباح هم يكون بارد هذا الأسبوع هم شاهدينه بارد جدا طبعا في دول ودول أخرى حسب الدولة طبعا حتى الدول الأخرى حتى بالخليج مثلا شهر أربعة صحيح وحر لكن ليس مثل شهر ستة مثلا ليس مثل شهر ستة فبيعطي نوع من أنواع أنه الوضع مختلف الإنتاجية مختلفة طريقة تفكير الشركة مختلفة آلية ما هي التنفيذ الأعمال بشكل مختلف دعيني أعرج هنا على نقطة جدا جدا مهمة العديد من الشركات لابد أن تستثمر شهر رمضان بنوع من أنواع تعزيز العلاقة مع الموظفين هذا الأمر فعلا يعزز من إنتاجيتهم وإن كان بالطرق غير مباشرة أحد المؤسسات قامت بشراء بطاقات تسويقية للموظفين وأهرتهم إياها ببداية شهر رمضان المبارك أن هذه مكافلة لكم تحوي مبلغ مادي معين استثمروا أنتوا بعض الموظفين أو بعض الإدارات راح وجابوا كيس في السلة الغذائية وراح المدير بيد كل واحد هو أعطاهن إياه من مدير لموظفينه هذا الأمر يعني يجعل بيئة العمل أنه آه نحن مقبلينا على شيء جديد مقبلينا على شيء مبهج يعني المدير كان كويس معنا فنحن لابد أنه نقابل هذا الأمر بشيء من من رد الجميل بالاجتهاد أكثر بعدم التأفقف أكثر بالصبر فعدة أفكار وعدة محاور تستطيع الإنسان من خلاله كإدارة أو كموظفين أن يعززوا من إنتاجية هذا الشهر سواء كان في خلال الصباح شهر رمضان يعني أو من خلال المساء طيب في حال قلت الإنتاجية يعني كان في تعب وإرهاق عام وقلت الإنتاجية في هذا الشهر هل على المدير اتخاذ مثلا إجراء معين أم يترك الأمور على حالها لحين يمضي شهر رمضان المبارك والله هي الحكمة هون ترجع لحكمة المدير يعني طبيعة أعمال موظفين والله أنا عندي موظف عم يشتغل يطلع بالسيارة ويروح وكذا طبيعي أنه رح يتعب فبرجع بقول إذا ما كان في خطة مسبقة لآلية توزيع الأعمال قد يحدث وتقل الإنتاجية لكن إنتاجية من إنتاجية بتفرق سيدة الكريمة يعني مثلا عميل بدنا نتابعه وأموره واقفة بأحد الدوائر لأنه أنا تعبان ما تابط طب ما خربت مصلحته يعني صار في ضرر على الشركة هو قال لا المدير لازم يتدخل مدير لازم يقول له تكمل لكن بشكل عام ربما متعارف أنه شخص ما هو نشيط وحرك وكذا لكن سبحان الله بشهر رمضان يعني خف نشاطه ما بيجي بئسه علي خليني استثمر خليني فكر أنه كيف أنا ممكن استثمر هذا الشخص بهذا الشهر برجع بركز على نقطة مهمة جدا أنه ما بدنا نتوقع بأنه إنتاجية الشخص أو سلوكه العملي بغير شهر رمضان هو نفسه حيكون بالشهر رمضان يعني لا يمكن لأنه لا هو الجو جو ولا هو فحكمة المدير هنا وحكمة الإدارة تقتضي بأن يعني كل شيء بمكانه مناسب كل شيء بوقته المناسب وكل موقف بموقفه وكل موقف في موقفه يتم الحكم عليه ويتم تدخل إدارة فيه طيب ماذا عن المسئولية الفردية لدى الموظف نفسه بحيث يضع خطة جيدة لنفسه ليحافظ على إنتاجيته قدر الإمكان في شهر رمضان يعني موظف عم يسهر للسحور تمام وهو دوامه الساعة تسعة وبعدين بيجي يقول أنا متعب ومرهق يعني يتحمل المسئولية حقا نعم حيقول لي طيب أنا كنت في عبادة طيب جميل يعني جميل واحد يكون في عبادة لكن هو كان مو مطلوب منك أنه تقوم الليل من بعد ما تخرج صرات الترويح من الساعة عشرة للساعة أربعة الآن مثلا فلا بد من أخذ قصت من الراحة عادي يعني ينام عادي ينام عادي ومأحلى وفي على السحور ويتعبد شوي ويرجع ينام بعدين ثلاث ساعات فعادي يعني يعني يأخذ قصت كافي منه هلأ صحيح نوم المتقطع مشكلة لكن كمان إني ما أخذ قصت من الراحة أو نام أنا ثلاث ساعات أربع ساعات وإجي على العمل وجي ما بيتفسر أنا كموظف أنا أتحمل هذا الأمر نعم خد يعني بعرف أنه نشاطك اللي كنت أنت تطلع العصر وتروح وتقعد بقهوة أو غيره إن عدم الآن لأنه صايم صابت لك تعود هذا الشيء بعد التراويح أو بعد الإفطار ما في مشكلة لكن بالأخير أنت أمامك مسؤولية أمامك كعمل لابد أن تؤدي فتأخذ القصط الكافي من الراحة من أنه وتؤدي واجبة وتدونها وتعرف شو عندك خطط وتستمر كما أنت عليه بأقصى طاقة ممكنة هذا يعني يتحمل مسؤوليته الموظف ومن حق الإدارة هنا بصراحة إنه برجعب إذا الموظف قصر في شيء يعود بالضرر على المؤسسة أو يعود بالضرر على العميل أنه تدخل المؤسسة طبعا تصور يا عميل مثلا معاملته برجع بقول وقفة وتخالف طب وبعدين مين بتحمل مسؤولية هذا الأمر تتحمل الشركة وبالتالي بتحمل الموظف فنحن لا بدنا نكون لا في عملية إفرهات ولا في عملية تفريط الموضوع أبسط أسهل مما البعض أحيانا يصوره من الموظفين ويا أخي التعبانين مرهقين ما قادر فكر أرجوك أنا أجل الاجتماع أرجوك مو لها الدرجة نعم هي قد تصبح إذا أنت كنت مقصر في حق ذاتك نعم لا تحكي معي أرجوك خلينا نأجل هذا النقاش لبعدين طيب نحكي المساء قد تحكي المساء إذا كان اجتماع عاصف إذا كان في شيء أوكي أنا بقى كتير يعني بيجو بيقول لك بعد التراوية تعاني اجتماع مو غلط إذا كان في مجام مو غلط لكن مو لأنه أنا بدي ماني قادر أفرد بوجه صباحا مو قادر كون بقمة نشاطي صباحا فأقول أنا لا بياب تناقشني بالليل ما تحكي مع الصباح فهذه الأمور يعني دور المواد البشرية ودور الإدارة ودور الموظف يعني كل يتحمل مسؤوليته في تهيئة الأيام المعدودات حقيقة جميل يعني حقيقة شكرا جزيلا للاستشاري الإداري بلال الصالح لكل هذه النصائح القيمة الله أعطيك كافية